السلام وبالتالي هو بطل السلام لعام اربعة وعشرين هذه جائزة دولية وليست جائزة محلية ولا جائزة عربية لا 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 ما احترامنا للكل طبعا وتقديرنا للجميع لكن ما هو فيه اشقاءنا العرب موجودين في هذا البرلمان طبعا دول العربية موجودة نتكلم على جنوب المتوسط والدول العربية في طبعا الاردن والسوريا ولبنان اشقاءنا طبعا الموجودين ساتريسهم في الاردن هنتكلم عنه بعد شوية ولكن تاني بنتكلم على فخر من برلمان خلي بالحضراتكو لما بيعلن الاعلان النهاردة واحد ابريل الاعلان اليوم من براجة البرتغال اللي هيقام فيه احتفالية تسليم الجائزة للسيد الرئيس عفتاح سيسي بطل السلام يفتخر خلي بالكو بداية البيان الصحفي يفتخر برلمان البحر الابيض يفتخر خلي بالكو بتكلمك دي لغة صدرة عن برلمان يمثل تلاتة وتلاتين دولة تتكلم عن رئيس مصر باعلان اختيار فخامة الرئيس عبدالفتاح سيسي بقول لحضراتكو هذا اعلان دولي وليس محلي احنا بنتكلم هنا على احتفالية دولية وليس محلية نتكلم على رسالة دولية تأتي من تلاتين دولة يمثل تاني برلمان البحر المتوسط ولأول مرة في سابقة تاني بالاجماع خليوا بالحضراتكو هنا بالاجماع حصول الرئيس على هذه الجائزة الدولية بطل السلام لعام اربعة وعشرين هي جائزة حصل عليها الرئيس باجماع الدول التلاتة وتلاتين الاعضاء في برلمان البحر الابيض المتوسط وهذه الجائزة المهمة اعزا اقول لحضراتكو هناك هناك من ساعة للحصول على هذه الجائزة يعني فيه دول ساعة ان تحصل على هذه الجائزة تاني بقول لحضراتكو معلومات ولكن كان الرئيس عبد الفتاح السيسي والحصول على هذه الجائزة وفوز الرئيس بهذه الجائزة بالاجماع رغم ان هناك دول اخرى في اخرين ساعوا لحصول على هذه الجائزة ولكن دور مصر ودور الرئيس عبد الفتاح السيسي في الحفاظ على اولا ما يجري في قطاع غزة واستمرار مصر دورها الكبير جدا في مسألة الوصول لحل الدولتين الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني عدم تهجير الشعب الفلسطيني الى سيناء وبالتالي تفريغ القضية اللي بيحصل النهاردة الوصول والعمل على حل الدولتين سببه ان مصر النهاردة بتشتغل على هذا ملف طول الوقت ولكن منذ سبع اكتوبر الامور تغيرت تماما حل الدولتين كل ده جاي النهاردة في الحاسيات حاسيات حصول الرئيس على جائزة بطل السلام لعام اربعة وعشرين جائزة مهمة جدا جائزة دولية من تلاتة وتلاتين دولة والتي تمنح بيه سنويا زي ما قالت البيان صادر عن برلمان البحر المتوسط بيتكلم على الجائزة واهمية هذه الجائزة واتكلم على الحاسيات اللي يمكن مرة تانية بنتكلم عليها الجزء التاني يا يوسف